تارفين حكاية كهربا؟ القصة بتاعت كهربا؟ هيلعب كهربا لما تخلص إيقافه ولا مش هيلعب حكاية إيه؟ بص بقى تحدي الكورة بيرفض حسن معلوماتنا السماح لمحمود كهربا لعب النادي الأهلي انه يشارك مع فريقه في الدوري بعد يوم 11 يناير الموعد المحدد لانتهاء إيقاف او انتهاء فترة إيقاف كهربا من قبل الفيفا في إطار أزمته مع نادي الزمالك اتحاد الكورة من آخر بيقول مش هيشارك اللي لما الاتحاد الدولي فيه فيبعث لي يقول لي آه ينفع يشارك او لسه ما سددش الغلامة بس ينفع يشارك غير كده مش هيشارك ده اللي بيحصل في اتحاد الكورة حاليا وده الوضع بالنسبة لاتحاد الكورة في موضوع كهربا عشان الناس كما تسأل هو يلعب 11 فبراير ولا مش يلعب 11 فبراير هيلعب ولا مش هيلعب بالوضع ايه؟ الوضع كما هو في النادي الاهلي بالنسبة لكهربا ونادي الزمالك بي